الفترة الأخيرة في اهتمام كبير من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدولي بعمل جوالات في المناطق الصناعية وتفقد المصانع وتشجيع كل المنشآت الانتاجية بالإضافة للتأكيد على استراتيجية الدولة بأن القطاع الخاص هو شريك أساسي في عملية التنمية وهو اللي حيقود التنمية الفترة اللي جاية انبارح رئيس مجلس الوزراء كان في اسكندرية والبحيرة تفقد المنطقة التكنولوجية بمدينة برج العرب الجديدة ومجمع إبداع للإلكترونيات وده مجمع مجهز بأحدث المعامل لخدمة الشركات والمنطقة الصناعية وشركات التكنولوجيا النشئة هذا المجمع بيهتم بكل ما له علاقة بالإبداع والتصنيع الرقمي للتطبيقات والمنتجات الإلكترونية في حاجة مهمة إن فيه تركيز على شركات التكنولوجيا النشئة وبيكون فيه دايما دعم وتحفيز للشباب وكمان للكوادر اللي بتشتغل في مجال الإلكترونيات المتقدمة ده طبعاً لأن مستقبل الاستثمار والاقتصاد ومستقبل الوظيف هو في هذا المجال إن بارح يمكن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قابل مجموعة من رواد الأعمال من مؤسسي الشركات النشئة اللي استفادوا من خدمات مجمع إبداع الإلكترونيات وطبعاً كان فيه منهم شباب أسسوا شركات بتشتغل في مجالات التصميم للروبوت وتصنيع بقى البرينترز والطبعات ثلاثية الأبعاد أو التري دي والشركات دي بتشتغل في مجال تطبيقات المنازل الزكية وإنترنات الأشياء وكمان كان فيه شركات بتصنع أجهزة ومستشعرات تحليل طبية لحظية وكمان بتقدر تصنع مدخات للإنسولين لمرضى السكر انبرح كمان في الزيارة دي رئيس الوزراء التقى بمجموعة من الشباب المبدعين ورواد الأعمال والمهنيين اللي اتخرجوا من البرامج التدريبية الخاصة بوزارة الاتصالات الشباب دول اتكلموا مع سيادة الرئيس الوزراء وقالوا إن الدورات الرقمية اللي حصلوا عليها قدروا إنهم يستفيدوا منها في تطوير مهارتهم في سوء العمل العالمية دلوقتي بيشتغلوا عن بعد مع شركات عالمية في مجالات كتيرة زي الأمن السبراني والذكاء الاصطناعي وتطبيقات ذكاء الأعمال والجرافيك والبرامجيات يمكن الشباب اللي بيختاروا المجالات دي هم شباب عنهم على المستقبل وقدروا ينتهزوا فرصة إن الدولة بتشجع على الدخول في المجالات دي سواء بقى كانت كدراسة أكاديمية أو دراسة عملية من خلال مبادرات وزارة الاتصالات وقدروا فعلا إنهم يحققوا نجاحات كتير احنا عارفين إن في مبادرات كتير في الفترة الأخيرة ابتدت تنزل من الكبار في السن والغاية ما وصلت ليه شباب المدارس أو ليه طلبة المدارس الصغيرين علشان نعمل جيل كامل عنده القدرة على إنه هو يقتحم هذا المجال احنا موجودين مع حضرتكم النهاردة على المدار 3 ساعات بنصبح لحضرتكم مرة تانية صباح الخير يا واصر